تشهد الدنيا أنه لا نحيا بشعاد الله أرغب الملك وجه الملك محمد السادس القائد العلا ورئيس أركان الحرب العامة الأمر اليوم للقوات المسلحة الملكية بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لتأسيسها حيث قال الملك محمد السادس أنه حريص على جعل هذه الذكرى محطة سنوية للتقييم واستخلاص الضروس والعبار وتحديد الأهداف والأولويات من أجل بلورة وتفن المخططة والبرامج المستقبلية للقوات المسلحة الملكية جعل النصب عيونه التطوير المستمر لقدرات الجيش وتمكنه من الوسائل والتجهيزات وتكوين وتعبئة أفراده وجعلهم على مسيرات المشتجدات ورفع التحديات وأضاف عهل البلاد الملك محمد السادس أن قوات الصمود والعزيمة ونكران الدات التي تتصف بعناصر القوات المسلحة الملكية في تأمين الحدود الجوية والبرية والبحرية ومراقبتها بشكل مستمر خصوصا في المناطق الجنوبية والشرقية للبلاد وما تقدمه من تضحيات في سبيل إعلارية الوطن خفاق في جميع أقالي من المملكة لا تنسوش تتابعونا في قناة اليوتيوب جنار وفعلوا خاصية الجرس بشكل جديد في رشام الفيديو وبرتجو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي ترجمة نانسي قنقر